والنهاردة إن شاء الله هيكون لنا مجموعة من الأخبار الهمة المحلية اللي تصدرت الصحف اليوم من أهم أخبار الصحافة النهاردة معانا حياة كريمة تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب القرع تزامنا مع عودة المدارس تنفيذنا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى حياة كريمة وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدعم الطلاب الأكثر احتياجا وذلك من خلال تكفل المؤسسة بدفع المصرفات الدراسية وتوفير المسلزمات الدراسية اللازمة وذلك بنطاق العشرين محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن هذا الخبر بنروح مع حضرتكم لخبر خاص بالصحة الصحة تكلفة تجديد وإحلال ألف مستشفى تصل إلى 54 مليار جنيه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لدينا ألف مشروع ما بين إحلال وتجديد في مستشفيات جديدة بتكلفة تصل إلى 54 مليار جنيه كاشفا عن قرب الانتهاء من مستشفى الفيوم العام قائلا في مراحل الانتهاء منها حتى تدخل الخدمة وأضاف من ضمن الألف مستشفى هو إنشاء مبنى صدر العباسية مستشفى طوخ العام الجديد، مستشفى طنطة العام الجديد ومستشفى بيباء المركزي الجديد وأيضا مستشفى الحمول المركزي الجديد من الصحة بنروح لخبر خاص بالتعليم والعام الدراسي الجديد استعددا للعام الدراسي الجديد 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في محافظة الجيزة تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة تسهم في توفير 562 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 235 مليون و800 ألف جنيه وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية نروح لخبر آخر مشاهدين جامعة الأظهر تعلن اليوم نتيجة تنصيق القبول بكلياتها لعام 2022-2023 تعلن جامعة الأظهر اليوم الثلاثاء نتيجة تنصيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الزهرية للعام الدراسي 2021-2022 حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة للطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن الدور الأول خلينا مشاهدين مع حضرتكم نستكمل بي أخبارنا ودلوقتي معاكم سريعا جمعات أخبار الرياضة أما عن أول أخبارنا الرياضية النهاردة المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة حجازي وكوكا استعدادا لوديتي النيجر وليبريا وصل منتخب مصر الأول كرت القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بفندق الإقامة ببرج العرب الأسكندرية استعدادا لوديتي النيجر وليبريا المقرر لهم يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الأسكندرية مرن الأهلي تصعيد حارس مرمى فريق 2006 وكولر يقود تدريبات فنية وخططية خاض الفريق الأول لكرت القدم بنادي الأهلي مرانو المساي أمس على ملعب تيتش استعدادا للموسم الجديد اللي بيبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في الدور الـ 32 بدور أبطال إفريقيا لعب الزمالك ينضمون اليوم لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي النيجر وليبريا ينضم لعب الزمالك الدوليين اليوم السلساء لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة إليكت الشادي وده حيكون في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا